في خضم حرب غير متكافئة استخدم فيها الاحتلال الصهيوني ترسانته الحربية ضد قطاع غزة المحاصر ما أوقع عشرات الضحايا اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حراسة من شرطة الاحتلال في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل وفي محاولة لترسيخ الوجود الاستيطاني في مختلف أنحاء المسجد بصورة كثيفة دخل المستوطنون عبر باب العمود وباب المغاربة ضمن نهج استفزازي لمشاعر المسلمين وسكان القدس اقتحام الأقصى استنفر عدد من الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية التي حذرت من المساس بحرمة المسجد الأقصى فقد أطلقت هيئة علماء المسلمين في فلسطين نداء عاجلا إلى الأمة الإسلامية لحماية الأقصى مشيغة إلى أن المسجد في أخطر ساعاته وأحرج أيامه وأن العدوان عليه هو تماما كالعدوان على المسجدين الحرام والنبوي داعية إلى النفير لإيقاف هذه الانتهاكات بحقه كما أدانت كل من السعودية والأردن اقتحام المستوطنين باحات الأقصى واعتبرته خرقا خطيرا للقانون الدولي وللوضع التاريخي للقدس وطالبتها المجتمع الدولي بإنهاء تصعيد الاحتلال الصهيوني تصعيد خطير ترجمته عمليات الحفر التي تنفذها السلطات الصهيونية تحت الأقصى والتي باتت تهدد قواعد وأساسات المسجد وساحات الحرم فيه اقتحم المسجد الأقصى بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة ينذر بتصعيد جديد في الأراضي المحتلة قد يمتد إلى مناطق أخرى ستقمعها كالعادة صواريخ إسرائيل التي دمرت وما زالت مبان وأحياء بأكملها وحولتها إلى أنقاض وفق ما يعتبره الغرب دفاعا عن النفس